بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقة قال الرب يسوع للذي دعاه إلى تناول الطعام إذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدعو أصدقائك ولا إخوتك ولا أنسباءك ولا جيرانك الأغنياء لألا يدعوك هم أيضا بالمقابل ويكون لك مكافأة بل إذا صنعت وليمة فادع المساكين والمقعدين والعرج والعميان وطوب لك لأنهم ليس لهم ما يكافئونك به وتكون مكافأتك في قيامة الأبرار وسمع أحد المدعوين كلام يسوع فقال له طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله حقا والأمان لجميعكم من كافي مشوارنا أخوة الأحبة ومسيرتنا الروحية بينبوع الحياة مع يوم الخميس وعم نقرب نص من إنجيل الديسلوقة من كافي بفصل 14 من الأية 12 إلى الأية 15 الجو طبع الفصل 14 يسوع قاعد ببيت الفرسيين وبيعطي نوع من التعاليم خلال هيدا العشب واليوم هيدا التعاليم اللي عم يعطيه هلأ بإنجيل اليوم هو للداعي للشخص يلي عطت دعوة وعم بيقل له ما تدعي الأشخاص يلي بعدين بدون يرجعوا يكفقوك أعطيه مجانا بيدعوتك أعطيه أشخاص مش قدرين يكفقوك مكافقتك وين بتكون؟ بتكون بالسمى كتير صعب اليوم كون عم نحكي هذا الحكي للكل لأنه حياتنا صارت حياة كلها مصالح مشتركة بدنا نعمل هاي الشغلة لأنه هاي الشخص بيفيدنا بدنا نكون عم نعزم هيدا الشخص لأنه هيدا بعدين ممكن نستفيد منه بدنا نكون عم نحكي للشخص لأنه عملنا هايك صارت كلها أمور مرتجزي على المصالح المشتركة ما أنه غلط تكون عم نكرم أشخاص ساعدوا أشخاص عطيوا ولكن ما يكون حياتنا مرتجزي على هيدا المفهوم وصير كل علاقاتنا مع تمدي على شو بيجيني من التاني شو بدي يجيني من هيدا الشخص وإذا ما بيجي شي بقطع علاقتي معه مش ضروري أعمل معه شي هك ساعتها بنهملوا المحتاجين بنهملوا كل أشخاص يلي هني عن جد بحاجة لهالمساعدة هاي ومنهم المساكين المقعدين العرج العميان يعني عطي يسوع فكرة الطبقة الفقيرة بالمجتمع والطبقة المحتاجة بالمجتمع يلي مش إلا ترجع تكون عم بتساعدك أو تعطيك مكافأة فهيدا اليوم دعوي لإلنا نطلع من هالمفهوم يلي ساد عالمنا المصالح وكل شي بيجيني مصلحة بكون عم بلحقة وإذا ما في مصلحة منه ما بتطلع فيه حتى أيام صارت المساعدات الاجتماعية عنا مصلحة منه للدعاية تنقول ليك شو عملت وبكون عم بتسفيد منه مطرح تاني لهالدرجة صنع حتى عم نستغل العرج والعميان والمساكين تنستفيد منهم إعلاميا ويكون عم بيطلعوا الناس فينا أي متى بنا نرجع إلى الأصل ونخلي إيدنا الشمال ما تعرف شو عملت إيدنا اليمين أي متى رح نكون عم نعطي مش نعطي شي بالمقابل نشكر الله بعد فيه ناس عم تعملها بعد فيه ناس قلبها مفتوح لهالخدمة من دون مقابل وللأسف بعد فيه ناس عم بيشوهوا هيدا العطاء وعم بيشوهوا هالرسالة هاي وعم بيمنعوا الناس يكونوا عم بيساعدوا من وراء المثال الخاطئي اللي بيعطوه اليوم دعوتنا نكسر هيدا الحلقة ونبلش ندعي المحتاجين تيدخلوا منزلنا تيدخلوا قلبنا تيدخلوا حياتنا وما منطلب شي بالمقابل هيدا المحب المجانية هيدا المحبة لأن المحبة الفعلية هي محبة مجانية ما بتطلب شي بالمقابل وأخيرا يكونوا مأجدين المكافأة مكافأة السماوية عطول منسأل يا عمي هيدا شخص كان كتير منيح هيدا شخص كتير بيساعد ليش صار في مرض بحياته أو حدا بالعيلة كيف هيك بتصير أخيتي الأحبة الرب ما وعدنا بحياة ممتازة قالنا من نحمل الصليب من نتبعه في صليب من نحمله قالنا من نحمل كتير أوجاع وألام والمكافأوان مكافأة بالملكوت فخلي عينينا فوق ولو قديش سمعنا سخرية من العالم أنه إيه أنتم طروا أنتم بالسماء ودلكم تحملوا من يصبر إلى المنتهى يخلص بآخر النص في جملة صعب نفهمها شو صار أنه أحد المدعوين سمع كلام الرب أطشله الحديث وقال طوبة لمن يأكل خبزا في ملكوت الله من بعد الشراح بيقولوا هيدا الشخص كان من المدعوين نحس بهالجو يلي صار مشحون فقال أنه خان نكسر شوي ونقول ونحط أنظارنا إلى ملكوت الله إلى هالوليمي مع المسيح يلي كلنا منأكل مننا وما عارف أنه المسيح موجود معه فالجواب رح يكون لأله بالنص يلي بعده يلي هو بكرة و الله معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر